السلام عليكم كديري اللبس عليكم رمضان مبارك سعيد اه كدرتوا مع رمضان مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة كيف ما كتشوفوا معي اليوم جبت لكم الحريرة الحريرة اللي غنية عند تعريف اه عند المغربيات وعند المغربة كاملين اه يعني كله وطريقته وانا اليوم ان شاء الله غادي نوجدها معكم الطريقة ديالي بطالب من الاخ ديالي الفتيار الاسبانية هاد الفيديو كنسلم عليه اه وتحية الجارية المغربية في مكانو مشيو المقهة دير اه عندي هنا جوج كيسان ديال الحمص اللي فزكتو اللي لقبل وعندي كاز ديال العدس عندي هنا ربطة ديالقصبر وربطة ديال مادنوس وربطة ديال الكرافوس صغيرة يعني ماء كمية ديال الكرافوس ستكون نصف الكمية ديالقصبر ومادنوس اه فأنا حاولت أن نعطيكم شوفوا كيفاش دير القصبر وكيفاش المعدنوس فهذه ورقة ديال المعدنوس اللي كيكون ورقة دياله طوال على هات الشكل وهذا القصبر اللي شفتوا والكرافس اللي كيكون الورقة دياله هكا كعرادين وعندي طماطم أو ما طيشة الكيمية كتبقى لحسب غسير ديالكم أنا هنا تقريبا درت خمسة ديال الماطيشات اللي طحنتهم التوابيل عندي معلقة ديال السكنجبير كبيرة معلقة ديال الخرقوم أو الكوركم خرقوم عرق الملحة اللي حسب الضوء والبزار ما تكتروش منه هنا درت راس معرقة صغيرة فما عندناش هنا الخضراء أو الحويج اللي غادي شربوا هنا الحرور أو البزار فلذلك كنديروا الراس معرقة فالحريرة اللي كترتوا البزار غادي تجيكم حارة عندي معلقة صغيرة ديال السمن وعندي مطيشات الحك هنا يا جوج معالك كبار غادي نخليها حتى نبغي ندور الحريرة ديالي وعندي الشعرية هنا تقريبا واحد كالسلاروب ديال الشعرية غليظة اللي غادي نديرها تلأخر حتى كتب ليا الحريرة قاعد كندور الحريرة ديالي بهدي الشعرية ومطيشات الحك ودقيق أخذت واحد طنجرة ديل الضغط غادي ندير فيها الحمص والعدس هنا إلا أنا عارفة الحمص اللي عندي راه طيب إلا ما كانش يعني عندكم الحمص طيب ديروا الحمص هو اللول مع التوابل أي طيب شوية سنتوا عليه وعاد ديروا العدس أنا هنا عارفها كي طيب بسرعة يعني كي جيني هو باولعدس طيب واحد فأنا درت يعني كل شي يعني الحمص القصبر ومعدنس والكرافس والعدس وغادي ندير العطرية أو التوابل مع هاد المقادر وغادي ندير معطيشة ديالي والماء كيف ما كتشوفوا في حقيقة هاد الحريرة رأي ما كانحتاش أنني نقلها أو يعني كان ناخد الكوكو ديالي كندير فيها العناصر والتوابل صافي كندير الما ديالي ونسد عليها ونخليها الطعب هنا كيف ما شفتوا ما عايزت معلقاء ديال السمن اللي كي بغي السمن في حقيقة السمن كيزيدها واحد المقادر قلدة هنا كنخلط هاد التوابل الشعرية ومطيشة كي تقيت لكم ما نخليها حتى الأخر غادي نزيد الماء ديالي على المقدر اللي بغيت أنا غا ندير معلقة آآ تقريبا ديال الزيت كبيرة آآ ما غاديش نكتر الزيت وغادي نحرك هاد المقادر كيف قلت لكم أنا آآ ما طيشة آآ كنت موجدها وديرها في الكونجيلاتور فكان جبدها وكان يعني ما كيكون بناده ما عنده وقيت فرا كيوجد وكيدير في الكونجيلاتور لهذا يعني الوقيتها اللي ما كيكون شمسة لي كي يجبد وكيطيب كتجي دك شي ساهل آآ غير كان من بعض الأخوات اللي كيديروا قصبر ومعد نصور كرافس يعني من الكونجيلاتور آآ فهي في الحقيقة كينفعوها لكن آآ في الحريرة أنا كنفضل أنا آآ قصبر ومعد نصور كرافس يكونوا طريين باش ديك الحريرة كتجي رائعة وكتجي عاطيها الماضاق وحتى مني كتكون تطيب راكت تكون عاطيها واحد الرحة اللي هي رائعة كيف شبتم معايا آآ درت الماء رويت هاد الحريرة مباشرة ما قليتها متاشي حاجة وغادي نسد الكوكوس ونديرها الطيب تقريبا واحد مني سبدا تصفى الكوكوس تقريبا واحد نصف ساعة وكنحلها على هاد الشكل آآ من بعد ما طابت كنحلها كيفا كتشوفو الحمص كنقصو الحمص زيانة كالقوطة صافي كنديرها تغلى شوية خديت هنا تقريبا واحد آآ سبعة دي المعالق أنا كنقول هنا آآ يعني بالضبط ولكن كيبقى على حساب الكيمية اللي كتديره يعني دي الحريرة هنا درت حسبتهم بالمعالق درت سبعاد المعالق كبار دي المعالق دي الدقيق الفورس درتهم في كسره هنا وخويت عليهم الماء ويعني خلطتهم مزيان حتى كيحيدوا ديك الكويرات والأبقى وكان ندير صفاي وكان صفي دك دقيق حتى كيولي سائل كيف ما شفته صافي وكان خوي وكان بدان مع التحريك المص عمر وزيت هنا ما طيش دي الحك هنا كيف كتلكم جوج معالق حتى لتلسة دي المعالق كبار باش هذه الحريرات جينا يعني حمراء وجينا محمضاء وجينا زوينا في الحقيقة أنا الحريرة لما كانت حمراء ما كانت عجبنيش صراحة خاصة تكون حمراء وتكون محمضاء وتكون زوينا في الحقيقة كتجي رائعة نتمنى البنات تتجربوا الطريقة دي وكان ظن أن طريقة تقليدية معتادة عن جميع السيدات المغربيات كيف شفته كنزيد الشعرية اللي اللي قلت لكم يعني تقريبا واحد كاس اللاروب دي الشعرية غليضة تكون غليضة معشي رقيقة وكان نبقى دائما مع التحريك ما كان زقاش بالتحريك هنا لما حركتوش هاد الحريرة فذا كتبقى كي كي بقى يعني كي كور فضروري فضروري أنكم تبقى تحركوا تحريك المستمر وهي كتغلاء هنا زدت واحد تقريبا واحد معلقة كبيرة دي القصبر ومع دنو سليطريين باش كيزيدوا المضاق لهاد الحريرة صدقوني يا البنات الحريرة كتجي رائعة وكتجي لديدة فأنا حققها ما طحتش لي أنني نصورها ونديرها معكم في القناة فالأخ دي اللي طلبها مني صارح طلبها مني العام اللي فات وما درتهاش ووعدت أنني غادي نديرها إن شاء الله في القناة وأنا درتها نتمنى تعجبكم وتعجبكم الطريقة ديالي الشكل كتجي رائعة البنات نتمنى اللي عجبوا الفيديو ما ينسى شي بارتاجي مع الأهل والأحباب والأصدقاء باش تعمل الفائدة إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله